يعني هذه هي تاني مشاركة لي في الألعاب الأولمبية شاركت في الألعاب الأولمبية تاع توكيو اللي كانت انديفيدويل يعني بدو كالاني هون بغي كيب سي كمبلتمن ديفيران أنا عندي المنافسة التعيلة تخوى أوت إن شاء الله هون بغي كيب إن شاء الله نمد دقاء بشاعدنا ونشرف الجزائر كيف تعيشون الأجواء هنا في القرية الأولمبية خاصة مع كبار رياضيين على المستوى كل الرياضات في العالم يعني هذا شرف لي نمثل جزائر ونكون مع قهد الأبطال العالمين يعني شرف لي نكون منهم ونكون نمثل جزائر ماذا تختلف يعني ما هو الاختلاف بين المشاركة في توكيو هنا في باريس كيف تعيشنا كوتر يعني هي اختلاف كبير بسك كدنا في توكيو كان كوفيد يعني كانت فيهم زي الحالة هنا كان أمبيانس خير من توكيو يعني هادي هي هاني كوتر المباراة الأولى ستلعبون ضد المنتخب الفرنسي في قاعة ستكون مملوة عن آخرها بالجماهير الفرنسية أكيد تحضيرات خاصة خاصة من ناحية ذهنية لهذه المباراة يعني ستكون مباراة كبيرة يعني لبنا القرون بالي حيتعمر بالجمهور الفرنسية باش يشجعوا الفريق تحهم وهم يعني هم أولين في العالم في الكلاسموم يعني حتكون مباراة يعني شيئا صعيبة مياحنا نواجدين باش نمدوقع بش عدنا ان شاء الله ونشرفوا الزاير يعني كيف تسير تحضيرات الأخيرة لهذه المنافسة؟ يعني ما زلنا مع تدريبات الأخيرة باش نغاردوا لأفهم بتاعنا ان شاء الله وبما أنه غدوا اللبنات ان شاء الله عندهم الانديبيديوال يعني حيتخلينا ندخلوا كتر في المنافسة بشي نكون نواجدين لو تخواؤت ان شاء الله في تواصل مع العائلة يعني موقع التواصل الاجتماعي تابعوا تحفيزات من طرف الجماهية الجزيرية؟ اه بيانسور يعني العائلة الجزيرة كل يوم كل يوم تباع كل يوم بيان برانشة يعني فليس كري ما يعرفوا كلش كلمة للجماهية الجزيرية وخاصة المناصرين الذين سيأتون بقوة لتشجيعكم في هذا الأولمبياد نظرا لتواجد كبير للجالية الجزيرية هنا في فرنسا نقول لهم يعني وقفوا مع العائلة الثلاثة وعنا بسك يسحقوا هذا وش يسحقوا يعني ماشي وقت دعمالي كخيتي كويلة بسك هدا يؤثر على العائلة الثلاثة شخصو اللي دخلوا لي غيزو يشوفوا دي كومنتا عيانين بلك هذا مش حي موتيفهم بش يجبوا نتائج يعني هذا حاجة تخيز امبورتونت نقول لهم بلي سيوا الماكسيموم دخلوا وعفايز بوزيتيف إن شاء الله باش يجعل الثلاثة يكونوا بيان بريباري منطالما ويجعلوا أحسن نتائج شكرا